السؤال اللي بعد كده بيقول انا بصلي وانا قاعد بس انا لما اركع بدوخ لاني عندي نقص دم انا حسة اني كده حرام فصلاتي مقبولة ولا لا وينفع اصلي من غير ما اركع يا مولانا اه ينفع تصلي من غير ما تركعي اذا كان الركوع دوت فيه خطر على حياتك وليزم مش لازم الخطر في حياتك ان ايه ان هي لو ركعت يحصل لها تموت بعد الشر لكن الخطر انه هو يوديها في غيبوبة يخليها مش قادرة تتزن يخليها تخرج من الصلاة وهي اكثر مرضا يخليها لا كل ده احنا عندنا القيام يكون مع القدرة وانتي لو بتيجي تركعي وبيحصل لك دوخة انتي غير قادرة على القيام عند الركوع فينفع ان الصلاة تكون من غير ركوع اي ركع من اركان الصلاة لا يستطيع الانسان ان يأتي به لمرض له ان يتركه لمدونه الذي به يحافظه على حياتي وعلى صحته يبقى حضرتك المسألة بسيطة انا عارف انت حضرتك بتقول ايه انا بقوم زي الفل ايه اللي حاصل واسجد زي الفل لكن لو ركعت يحصل لي ان انا ايه يحصل لي ان انا ادوخ يحصل لي ان انا ادوخ يبقى اعمل ايه ولا حاجة لك حالتين حالة اولانية ان انتي تقفي ثم تومئ برأسك اماءة اقل من اماءة القيام يعني يبقى ركن الركوع تعمليه وانت وقف وماذا وتخفض رأسك كأنه ركوع وليك ان انت تعودي يعني انت بقي قيمة وتعودي ويكون اعادك ده محل الركوع يبقى زي ما انت بتقولي كده انا بصلي وانا قاعد بس انت لو قادر تقومي يبقى تبتدي من القيام ثم محل الركوع تجلسي لو كنت مش قادر لو كنت ايه مش قادر على الركوع بس لكن قادر على القيام فعندنا الميسور لا يسقط بالمعصور لو انت قادر على القيام تبقى تقومي وساعة الايه وساعة الركوع تجلسي لكن انت مش قادر تقومي خالص فتبتدي تكبري وانت قائمة وبعد كده تقعدي لسائر الصلاة يبقى احنا كده واضحنا المسألة هل ممكن ما اركعش مش انك انت مش هتركعي انت ستومئي الى الركوع ولكن مش لازم تخفضي ايه رأسك تومئي الى الركوع هكذا ويكون ان شاء الله ده مكان الركوع وصلاتك تبقى صحيحة ومش واجب عليك ان انت تعيد الصلاة وصلاتك ليست من اقصة لان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ان الانسان اذا كان في حال المرض او في حال السفر الله يعطيه ثوابه صحيحا مقيما فانت مش ينقص من ثوابك اللي انت بتحصلي ده واكيد باله ان يكون صلاتك باطلة فصلاتك صحيحة والذي تفعليه هو شيء لا يفسد صلاتك بل يكون مرضاة لله سبحانه وتعالى لان بهذا الصلاة تكون عبءا عليك ولذلك اذا فعلت هذا فصلاتك صحيحة